موسيقى يا روسيا يجيز في تونس مع حياة الشيحين لنرى ما يقومون معنا ثالت لماذا أن نقلب في روسيا؟ حسنًا لماذا أن نقلب في تونس؟ مظهر شكرا للمشاهدة 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 منتخب اليابان منافس فريقنا الوطني في مشاركة ثاثا كان عام 2002 منتخبنا كان وقتها يبحث على الفوز للتأهل للدور الثاني بعد ما حقق في أول زوز مباراة لي تعادل وهزيمة لكن منتخب الساموراي كانت له الكلمة الأخرى بعد نفاذ علينا زوز بليش أهداف موريشيما وناكاتا أخر مشاركتنا في كاس العالم 2006 منتخبنا انهزم أيضا في مباراة وثاثة ضد منتخب أوكرانيا رغم أنه كان وقتها يبحث على الفوز للتأهل للدور الثاني بعد ما حقق نقطة في مباراة زوز لولانين لكن ضرب الجازات شيفشينكو في دقيقة 70 من المباراة حسمت التأهل وقتها لصالح الأوكرانيين إن شاء الله المنتخب غودوي يغير التاريخ تاريخ مشاركاته وينتصر لأول مرة في دورة المجموعات في مقابلته الثالثة ويحقق ثاني انتصار له في المونديال منذ المشاركة التاريخية وملحمة الأرجنتين وبشنقض برشا يظهروا ينحكيوا على ملحمة الأرجنتين عام 2008 بالرسمي تاريخ بشنقض برشا نحكيوا على ملحمة الأرجنتين هو أنا في رأي حتى لو كان يتكسر ركول الأرجنتين لازمنا نقعد ونحكيوا عليه أني ذلي الغلطة اللي نعملو فان لأذك من البيب الروغانية صرف أنا معاك هذا شحاب يدقلك أما من باب النجاز الوحيد هذا شحاب يدقلك من باب الاعتراف بالجميل للجيل هذيك وشنو عمل مش لتونس بركة للعرب والإفريقيا الكل لازمنا نقعد ونحكيوا عليه مهما عملنا دير ريزولتا ومهما تكسرناه وما لازم نيش ناخذوا الابجيكتيف إنا بش نكسروا اللي عملوه وما بش معادش نحكيوا عليه حتى لو كانت عدينا لتور نهاريخر وعملنا ريزولتا باهي ومشينا لازم ما نقلوش راو تفسخ جيل ثمانية وسبعين يقعد علينا الرأس ويقعد اللي عملو إنجاز تاريخي ووطني عربي وإفريقي مالوريزمو طاولت نحن ما عملناش حاجة باهي مش بارابور ثمانية وسبعين ما عملناش مش شركاتنا الكل ما عملناش فيه حاجة باهي حتى الماتش اللي استنينيه دوميسيس اللي كان ينجم يكون كاليفيكاتيف نتذكر بارشا وقتها لعبنا بونتا بركة بزياد جزيري وقتها واتاقان بركة وخرجن بعض زياد إلى حمرة متاع وصارت المشكلة قبل في البرپاريسان بينه وبين لمر واسكو يلعب باتاقان واحد ولا لا هو حاب يلعب معا ياسين شيخاوي وقتها صارت بارشا مش هيكل تارق نحن عرفوهم ولي خرجوا بعض من الفيستيار يمكن خالد ومتصر تعرفوهم زياد واسمعتو بيهم زياد جزيري وقتها هدت قال كيف يلعب دافيد جاميري في بلاستحات المتربلسي أنا ما لعبش نصارت مشكلة مع الوماير خاطر وقت دافيد جاميري ما لقولوش بلاستعلمين حطوا على لسار لعبوا في اللاكس لحكاية لعب بارير جوش دير الماتش لوليني ماتش السعادية يلعب بارير جوش ومبعد نذكروا زيادا لشكال اللي صار ماتش أوكراني كيفاش نلعبوه خرجت من بعض ديسكيشون اللي صارت بين الملعبية وروجي يسكن نلعب باتاكان واحد ولا بزوزو يدخل ياسين يلعب مع زياد ولا لا قطلك حتى التروازين ماتش بالنسبة لنا كان في 2006 ينجم يكون فيه أمل لنا بش نمشي ونربح وإذا كان نربح وندخل في الحساب ما تعدينيش اليوم أنا بالنسبة لنا اللي تروازين ماتش من يزموش يتقاس بأنه الانتصار بعد 40 سنين كي ما حكيت لك سافيه دو جور من يزموش يتقاس لنا بش نكسروا مالحمة وتاريخ الارجنطين اللي بش يقعد بالنسبة لنا على مر الأجيال ولكن إذا كان بش ناخدوه قناعة نعود نقول للك لازمنا نربحه بأداء وبعض نشوفه القادم مش مش بش اللخص المونديال في نجاح الباناما أداءاً ونتيجة بالنسبة لنا حسابياً منطقياً أنا كتونس خير من الباناما لازمني نربح الباناما ولازمني نعمل أداء طيب ويكون داخل في العادي متع كورة القدم بش نحاولوا من بعد نرجعوا نشوفوا فاش غلطنا فاش كنا صحاح ولازمها محاسبة بش نبعد نجمو نقدموا قديم ووقتنا نجمو نحكيه على دوميل ديزنوف ونحكيه على دوميل فندو ناصر قياساً على المنتخبات اللي واجهناها سابقاً مقابل الباناما يمكن أسهل الماتش في الماتش الثالث يعني في مشاركتنا في المونديال فبالمنطق بالتاريخ بالجغرافيا باللي تحب أنت اليوم ما نحنا قدام واجهة تبدو أسهل من سابقاتها تحكي على ألمانيا ورومانيا ووكرانيا ومعنات الجابون معنات هذو فرق معنات عندهم الترديسيون تعرف بالنسبة لأننا باناما أول مرة تترشح الكوب ديمون ونحن هذو خامس مرة نمشي كوب ديمون لكن لش نقول أنا معنات كما قلت انتي حيدر أحنا مطالبي مش ننتصروا بالحق بالظروف السعيبة هذه بالجو الخائبة ذايالكل وفي اللي صار في الززمات شويت لكل اليوم معناش الحق بشراتي ومباراة كمن هذاء معناش الحق بكل المقييس اللي تجني تقول لي نفسني أنا ممسوس اليوم أخويا نفسني أني ممسوس وهذا على عيني ورأسي لكن زادة فما ناس بلاد كاملة ممسوسة فما شعب كامل ممسوس أموة بورسوفيل لونير خلي أموة ترجعنا ترف في رتي ولكن زادة كما قلنا حتى كنا نربحوا الباناما رأوا موش انجاز من نجم حتى حد اليوم يجي يقول رأوا انجاز اليوم عنا بارشة مشاكل في كورتنا عنا بارشة مشاكل نحن تعرف حيدر أنا حبيت نقوله كل كوب دي موند ما نعرفوش نحضروه حتى 98 رأي متحضرتش كما يلزم صارت برشة مشاكل مع ورية كانك تذكر بش يمشي مش بش يمشي بش يقعد مش بش يقعد نحن ملو رزمان بعد ساعات فهمت دي كوب دي موند وقت اللي الفرح الكبير ملو رزمان الراتيوه ما نعرفوش برا حضرنا نعملي حذية بارابولي زيلي صاروه لا أنا نذكر كنت موجود فيها برا حضرنا ذي سمعت وقال هذي أحسن بريباريش صار علمين الحقيقة انا ذي 98 كنت فيها موجود فيها تنحيت قبل ما نمشيوا لفرنسا ما كنت موجود كنت فهم برشة مشيك في التنوقع عملنا متش كذو تسبوري ترافايي صحيح عملنا في تاليا معاداة ما كانتش التحذيرات ومشينا عملنا نتذكر عملنا في تاليا مشينا لفرنسا في بالبوس مشينا بالكار وقفنا ومشينا معاداة ما كانتش التحذيرات على أحسن ما يرى بش تلعب كيس عالمية ثمانية وتسعين فرنسا حاجة كبيرة برشا مالورزمون ديما نقوم بسا كنتي أماش نقول هنا نقول الراوة التقييم الصحيح اللي بش يصير بعد بلد يرجع الوفد التونسي التونس وربي وصلهم سلمين وإن شاء الله ينتصرون على البنما ومبعد عنا برشا حكاية ما نحكيو وبشا برشا بش نعرف المستقبل المنتخب وشنو بش يصير فيه وتو نعرفوهم بعد بلظاف متصر تتوقع هودو نشوفو على الأقل شوية من البرستاتيون اللي شوفني وفلي زميكو قبل المانديال هل نشوفو برشا نعم مش نشوفو سيسوي مش نشوفو مش نلعبو خير تمين يستاذي باوم التشكيلة وكيفية لا لا كنك صور لا لا هودو كنك صار لا 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 هل نشوفو برشا كنك صور شوفو برشا بالحق مش شو كنك صور الديسبوزيتيف وكنك صور الساميلي بش تلعب مش نلعبو مش نلعبو مش نلعبو مش نلعبو مش نلعبو من تشكيلتذا للا ساعة ونصر어 ا japanese للا ساعة ونصر من الأشياء التي نتوقعها شخصاً بشكل مفتوكي لأننا لدينا بعض المفتوكي أو أني أستطيع أن نزال بشكل مفتوكي لا نزل الجميع أحسنت لأقل في الأمام أحسنت لتوقفين أحسنت لأنا لتوقفين لتوقفين ثلاثة أجل نتوقع على الإجابة الموضوع حتى يكون حسناً أو المعبور أو أجل المعظم أو أننا نتوقع بشكل مفتوكي ثلاثة هذا هو ما يحدث لمنها بشي خلينا نعمل مبون بش تمشيو اللوجو لا فيكتوار خاطر الربح ما جي كن بجو بالبرستي سي بيه وانا لموانا ان شاء الله نلعب عال فالور متاعنا وفسيكولوجيك موم ما يسيروا ناش حاجات اللي قلقونا وكال خالد رايك توقعاتك الغضوة بالنظر للتشكيل المحتمل على اللقاء اللي كنا نتكلمو فيها تتتوقع عنه تشكيل هذة هذة ومعبئذ هم قادرين على صنع اللعب على صنع الاختر على پانما نحن متوافقين لحاجة لحنا خير من البنما هذا نحكيو فيه ديما فمتعه جوز لاختلاف الوحيد لنا جنسيست على أن نحترموهم خاطر الفيكتوار تعذى أنك تحترم ساعة مو ديما هذا خير يا خالد خير شنوه طوى ولا قبل ولا في اللسم ولا في الضخام في كل شيء خير في كل شيء اليوم رأو الكورة شوفي بابش كون أقوى من أدفرسير يعني ولا تشو دومين أدفرسير في التسعين خير خير كنتي بش تربح كتشوف يمكن ستين بالمئة من الماتشوات لليزيكيب اللي شدوا الكورة وعملوا دوميناسيون في البوزيسيون فالأخر خسروا دانتما هاي الشي موش هادا موش هادا اللي لازمنا نفكروا فيه أهم شي احنا متفقين اللي هوم أول مرة كوب جيمان اللي دو ماتش اللي عملوهم ما وراوش حاجة كبيرة في كتا تكنيك تكتيك لكن عندهم سلاح مهم اللي هوم دي جان كي ساف كومباتر اللي عارفوا بيهين في الجويل كل شي نحترموهم عليه على هذا على الأقل شي نحترموهم على هذا مبعد اللي الكوتي الأخرى لكل خير منهم تاريخنا الانديفيدويل ما كولكتيف ما اه 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 عنا بلوس دان فيه منهم هما خطر تروى پونتا احنا كثير منهم هما حتى كان روحوا بزيرو پونتا ما هيش مشكلة بالنسبة للباناما بكلها دانك يعني اللي بارامتر هادهم الكل لازمك تحطهم سور تيرا باش تعمل الماتش باهم ديمان قولك تعدى اه باران ريس باية للأدفرسير ما يعالي كوتيل كل رانا خير مننا ومالو تمنى وكما قال منصر لي مرينيهش على قل في اللي دو ماتش لتعدى ونناس بشتاع عبد غدوه ما هيش مارموش مارموش مارموطة بالاساميرا مهما كان اسم ملاعب شلعب غدوه اللي بس ماريو الإكيب ناشونال ما عندوش علاش لعندو عندو برسيان كبيرة لهي لانجلوتان لعب الجيك ما عندو حد شايفي مخو اللي بجيكتيف انو إلسو دانا فان ويعملونا ماتش باهي واريبنا كورا باي لاني بلوش نيمو بالضبط ان شاء الله ماربوح على الإكيب ناشونال بعد شوالي نبيل معلول يحدش على مستقبل مع المنتخب الوطني بعد المانديال لكن قبل نمشيوا لموسكو في ربط مباشر مع بعوث الإكيب منديال الخاص أنيس صاحباني اخر أخبار الإكيب ناشونال والمانديال موجود أنيس موجود مرحبا يونيس مساء الخير حايدر تحية لك ولكل الموجودين في البلاتو ولمشاهدين قناة التاسعة في يوم جديد واليوم القبل الأخير في الحقيقة من مشاركة المنتخب الوطني تونسي في المونديال منوسي 2018 وأكيد نرجع إن شاء الله وكونوا موجودين في تقييم وفي الشهدات شهد على العصر في هذه الرحلة الرحلة المنتخب في مونديال منوسي 2018 لكن أقبل هذه مزلت عندنا مبارات مبارات ضد المنتخب بباناما هيتك نكملوا وركزوا عليها ونعطيكم تحكيري من التشكيلة بنسبة 99% في فكرة المدرب نبيل معلول أعمل المثلوط هي كي ياخذ مكانه كحرص مرمى على يمين حمدي النجاز علي سهر وسام الحديدي مكان عليه معلول في المحور رمي البدو ياخذ مكانه كيف كيف مع طبعا ياسين مرياح قدامهم الشعلالي أو أحمد خليل الأقرب هو الشعلالي بشيكون موجود معه بتبيع الزوز اللي زعوا اللعب وزوز مباريات هما الفرجاني السيسي وكذلك السخيري قدام الخزري السليتي فهم بعض الثغيرات وفهم ما يتحكي حول هذه الاختيارات بالنسبة للمدرب نبيل معلول اللي أعمل اليوم لدوى الصحفية ومنتخبنا اختار أنه يتدرب اليوم قبل منتخب باناما ونبيل معلول قال أنه انتصار وحيد بالنسبة لتونس منذ مونديال 78 شوية بصراحة على الاتوين سيزم على الأقل انتصار ثاني صحية أنه مشاركة فيها وعليها والأهم من هذا كله والاخبار ممكن الأهم أن نبيل معلول يقول أنه بعد مباراة فنما بشير يتخذ القرار الأخير في أنه يبقى كمدرب أول للمنتخب أو يغادر الأقرب وحسب التسريحات اللي شفناها وحسب كل كواليس للمنتخب أنه نبيل معلول لن يواصل التجربة كمدرب أول للمنتخب الوطني التونسي في مونديال 2018 باعتبار المشاكل الكبيرة الحقيقة خلينا نقولها صحيح أنه الحظ أعطانا بظهره صحيح أنه فهو برشا يثبت لكن الحقيقة أنه الجو ماهوش حاجة كبيرة يسرف للمنتخب الوطني التونسي وكيد الناس كن نعرف وكيد خلينا نستنع نكمل مباراة باناما لأنه يزينا نحق ثلاثة نقاط بشكون تاريخية بعد ثلاثة نقاط ضد منتخب المكسيكي في مندار 78 وبعد فما كلم كبير ياسر ينجم يتحكي في الحقيقة حاول هذه المشاركة وحاول كل الأجواء والمشاكل مع الصحفيين مع الجماهير الجماهير اللي فما جانب منها اختار أنه ما يمشيش المدينة سارانسك تقريبا 700 كم واختار في الحقيقة المدينة سارانسك يزينا نمشي لأنه منتخبنا في حاجة كبيرة ياسر لتشجيع الجماهير الجماهير باناما موجودة بكثرة في مدينة سارانسك وان شاء الله بتبعاقودوا ونكونوا على موعد مع التاريخ باعتبارا ان شاء الله ثلاثة نقاط بالنسبة للمنتخب تكون تاريخية كما قلت بعد مونديال 1978 شكرا لك نيسي صاحبين يعطيك صاح على كل هذه الأخبار وكما تبعت وتحدث على المؤتمر الصحفي وكلام نبيل معلول على مستقبل مع المنتخب الوطن نزيده نسمع تصريح نبيل معلول ثم نعود للتعليق انجازات اللي حققهم المنتخب التوسي في السنة هذه ممكن ما كانتش مسبوقة ترتب متاعنا تأهلنا الكأس العالم ان شاء الله تأهلنا الكأس أفريقيا الماضية بعد ما أصبحوا اثنين يفوزوا نوعية لعب جديدة أصبحت موجودة عند المنتخب نضيبات جديد أصبح موجودة عقلية جديدة أصبحت موجودة عند المنتخب التونسي اللي لكورة القدم ثم ما ننساوش المجهود الكبير اللي قام به سوادي وقمت بهانا شخصيا في المدة الأخيرة معناها بجيمان باستقدام لعبين اللي معناها مش يكونوا ركيزا من ركزاء المنتخب في العشر سنوات القديمة خاصة اللي بيناسيونو هذا سين بوخطان التجربة كانت متميزة جدا بالنسبة لنا إيجابية على جميع المستويات بالنسبة للمستقبل معناها إن شاء الله كما قلت المختار إن شاء الله بعد المباراة نجاوك عليه نبيل معلول يؤجل القرار إلى مبعد المونديار وطارق حسب رأيك شنو القرار اللي بشي تاخده نبيل معلول بعد كياس العالم هل سيواصل أو سيغادش هو نبيل بدو ما جاوب اشتاو قال ننتظر قال ننتظر باتش بانما ومبعد نجاوب إذا كان نحكي وعلى علاقة تعاقودية وبعد تنحكي لك على رأينا إذا كان نحكي وعلى علاقة تعاقودية قانونية العقد بين نبيل وبين الجامعة التونسية اللي يكورد القدم ما زال نفذ بين طرفيه باعتبار اللي هو ما قالونا خاطر ما لنا هوش أنه ما هوش عقد أهداف ما هوش مربوط أنك تترشح للكاس العالم ولا لا ما هوش مربوط أنك تجيب ثلاثة نقاط ولا ستة نقاط ولا نقطة واحدة قالونا اللي رأوا عقد ما هوش عقد أهداف هذا طرفي العلاقة تعاقودية وقالوا رأوا علاقة نبينات بعضنا أكبر من العقود ونذكروا سيد الوديع الجارية وقت اللي كان هنا قال لكلام هذي قبلوا قبل وديع الجارية رئيس الجامعة كان لتريز مارس نبيل معلول موجود غادي في بلاست خالد المولي قاعد غادي ثمس وإيلس قالت وانت هو جاوب جاوب قال رأوا تسعين بالمئة أنا بعد المانديال مانيش في المنتخب لتريز مارس ستة لهنا في التاسعة موجود نبيل معلول هو اللي قال رأوا بالتسعين بالمئة مانيش بشو نكون موجود في المنتخب مانيش عارف هل أنه بشو نكونه في مبدأ الاستمرارية وإلا لا بشو نقوله أنه هذي فشل في المانديال وأنه تقتل علاقة التعاقدية وأنه الفشل خاطر كبش تقتل علاقة التعاقدية شو معناها معناها أنه رأيك انتريت كجامعة تونيسية اللي يكون القدم أنه هناك فشل يتحمل المدرب الوطني وأنه نحكيه على مدرب الوطني وأنه نحكيه على ستاف كامل بشي تنحها ويتبدل وهل أنه البديل موجود لهنا ولا مش موجود وإلا لا رأوا مش هذا بعد شو نقوله لا رأوا المشاركة كانت طيبة وأنه ستاف هذي كل بشي يقعد وبشي واصل إلى ما بعد 2019 وانجوين في هذا الكل حسب رأيك أنا نمشي بكلام نبيل معلول اللي قاله لو تريز مارس نهنا قال أنا بتسعين بالمئة أراني منيش موجود لكن نطرح تساؤل بزي الوقت عليه هل أنه نحن ديما نحكيه على ناخب وطني يخرج وإلا ستاف كامل يخرج هذا زاد يدخل في التساؤلات إذا كان بشي نقوله رأوا نبيل انتهت مهمته في المنتخب الوطني ناصر اليوم فما زوز فرضيات يأما يتم اعتبار اللي عامل نبيل معلول إنجاز وفما بعض الأهداف وبالتالي تستحفظ على الانترنور وإلا بش تقول نبيل معلول اليوم جات واحدة من أحسن دي جني رأسيون في تاريخ الفوتبول في تونس ومعرفش يتصرف فيها وفش اللي في المانديان أنتي مع أي فرضية هلنا أني نقول لك نبيل معلول وقت اللي قبل اللي يخور للكيب ناسيونال المنتخب كان في أزمة جيين لجاء نبيل معلول تذكر مباراة مصر اللي كانت في وقت واجيز وكانت صعيبة وكانت نبيل معلول بالإحصائيات وقت اللي نحكي وعلى مباراة تقبل الكوب جيمون عامل خسر كان ضد ضد سباني معت المباراة الأخرين لكل عمل فيهم إنجازات كبيرة مباراة الكونغ وما كانت سهلة معت ترشحنا بها اللي ترشحنا بها كس العالم وكانت مباراة صعيبة برجها معتها كانت مباراة صعيبة حس فما تطور وفما مجموعة زادة من اللعبين اللي تم انتدابهم رأوا نبيل معلول هو اللي أمنوا اللي خدم هو صحيح خدمته اللي سيلكسونير معتها من مصلحته هو من مصلحت المنتخب اليوم كان فما معز حسن كان فما ديلان براون كان فما السخير يا ذوما من اللعبية اللي جاوش أذوما لزارجومات رأيك انتي وين أنا رأي أنا نبيل معلول نبيل معلول خدم خدمة باهية يمكن الحاجات اللي ما منجحش فيه من نبيل معلول يمكن غلط في الكومينيكاسيون وقبال لكوب ديمون يمكن اللي جيسيونس ولا نقول احنا اللي قالوا وقبال لكوب ديمون انه احنا نجمو نوصل لنكار فما مشكلة متاع كومينيكاسيون يمكن هو خمم في حاجة والريزلتات تبعت في حاجة أخرى هذا يمكن يكون ما كان شكاكة معتها ما كانش ارتباطي ما نصورش نبيل معلول من الناس اللي يعرف كومينيكي بيام من حاجات الباية فينا بالمعلول انه يعرف يتكلم يتخاطب يعرف مستنس بالإعلام ويعرف كيفاش يتكلم هذا الكل تساؤلات من بعض يا ناصر حسك الدور الدور لماذا تحب نقول لك لا مش محبك تقول لي يا ناصر طيش ليش كورة خطر رجعيك تسوي أنا نسئل فيك هل تعتقد نبيل معلول حان زمان الرحيل أم يواصل هل تعتقد يواصل أنا أنا كان جيت نسئر أول حاجة نقعد معاه ونبدأ قريب له بش نعرف شنو اللي فهم وشنو مفهم هذه لولا ومبعد أنا كان جيت نسئر نشوف البروجي سبورتيف بخلاف لديمات اللي عمل أنا نقول كامل واصل واضح هيا واضح لأن وقعت برشة بش لا 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 نعطيك زمان الرحيل ما هو اللي ف انجح فيه وما هو اللي منجح فيه اللي تقيم انت لا تنجح على زوج مباراة ونتمع بلجيك اخوة على الحاجات البائية اللي عملها زيادة لا تنجح فيه لنجح لمنتخب نبيل معلول يجب يكمل أنا كان جيت نسئر ونجم نجم نبيل معلول يكمل ويمكن نحسن حاجة قرين يمكن ندعم يمكن نبدل يمكن لزاد جوان ما نعرفش معلات هذين زيادة يعرفون الناس اللي يكونوا قراء في المنتخبون به منتصر شنور عايك المحافظة على المشروع عذائي مع نبيل معلول ولا نعتبر انه صار فشل الكبير برشا في المنديال ويغادر نبيل معلول حاسب رأيك هو دجا اللي نجم يجي ومهر أخرى نعود نقول الناس اللي عايش من داخل معنى خاطر الناس اللي عاش تلك اول حاجة هو يجي 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 بشي يكمل خاطر نرجع لكلام طارق هو قرب نسبة 90% من يش نكون في المنتخب دجا منعرش هسكو نبيل معلول يحب يكمل ولا ولا و نجاو بعض المات سي نرمال من جامش كان بش يمشي يقبل المات يقرر يمشي لك سنة بات سنة هذي اول كيستيون كان هو نبيل معلول محبش يكمل معنى الكيستيون ونسبوز بم ما عاش نحكي كان هو معاش يحب يكمل ولا معاش عند ولا موتيباسون يكمل ولا هذي هذي اول كيستيون حسب رأيان مبعد فمس يصير قعدة مبينو هو ورئيس الناس كل واحد عنده سابر دو رسمنسابيليتي وكيفام مخسارة كل واحد عنده سابر دو رسمنسابيليتي معنى الام لعبية والإيطار والناس كل باشيصير تقييم نتصور من داخل وباشيصير قاعدة مبينو هو البرزيدون من الفيديراسيون وبعد باشيشوف هنا بالنسبة لأينا في الكورة ديما كل شي ممكن معنى ما فهم لو كان في بلاس نبيل معلول وعملت البركور هذي الكل وليزام يكون هذوم الكل وبعد في الموديال صار اللي صار واني نعفو الكل وانتي في موخك صرحت دجا انه قد تغادر بعد الموديال برابور رسال الكل تواصل ام تغادر لو كان انتي في بلاس نبيل معلول كان لا حتى شوف لديسيزيون شانج الكورة في الكورة لغياليتين متاع اليوم ما هيش متاع غدو ما هيش متاع بعد شهرين ثلاثة كان هو عنده قناعة معنا مام سي مثلا تقول لانتي تلاغة شهر لتالف 13 مارس كان في 13 مارس هو شيف كونه اخ الإكسبرينس هذي بعد الكوب جمود يزمو يمش على روح كان فما اليوم ديزليمون من داخل يخليه بوغ تخوف لاموتيفاسون يخليه اللي عنده قناعة كونه مع الگروب هذي نجم يقدم بي نجم يتحسن نجم يخلط المخير كان هو سيسور يلاني ميد انسپريد روانش برابور لليسار برابور بيانفير مثلا في الكني جي هذو ما تساولات معناه هو ورئيس الجي معناه جمج مجابو عليهم أنا بالنسبة لي أنا كنجي تانا مثلا في بلاستو هو لليكيب هذي أنا نكمل معا خاتر جو أنا الرائل لليكيب هذي يفهر لليكيب هذي سيسور فما حاجات لتسليح سيسور فما حاجات بيزم تتبدل مي لليكيب هذي أنا حاسب رأي فمعناه كان أنا في بلاستو نرجع لك سؤالك والفيدرation تعطينا لليكيب نكمل خاتر جو نجم ندعمها كي مرقين السخيري فما سيامي خورين كي مستخيري وديلان فما سيامي خورين اللي نجمو جيو للمنتخب نعرف فما سيامي ذو ينجم ويعاونوا فما حاجات يجب تتبدل من داخل ونجمو نقدموا القدام إن شاء الله خالد رأيك كانت تعتقد أنه نبيل معلول سيواصل 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 بو الله ما نعرش لحقيقة مع الدسيزيون بشيقو عدلي هو من بعض الماتش باناما طو نعرف شو الدسيزيون فينا المتاع وزكو يسور زاد الدسيزيون تقييم العقليني يصير من البداية بالمعلول ماتش مصر للماتش الباناما هذا تقييم يصير على البركور وليس على اليدو ماتش أو على خطر كمش تعمل على اليدو ماتش نقول لك حتى في حسن حالتنا كنا نجم ونخسر وش نحكي كتير جلتا حتى كنا في نهار كنا نجم ونخسر كنتر انجلتير كنا نجم ونخسر كنتر بلجيكا ديما الهناي بشي خلي هذا اللي بشعتي للماتش الباناما همية كبيرة قدر قبل ما يمشيوا الكوب يومون كنا نعرف اللي هم أقوى منا سواء بلجيك ولا لانجلتير قلنا عدنا تروب وام ممكن هم متاع الباناما اللي لازمنا ناخذه من بعد في الماتش ميكو تبدل الفكرة متعنا تموحاتنا كبرت ممكن هنا كما قال ناصر الخطأ الكبير في الكميونيكاسيون اللي ما محطحنا كملاحظين مخاخنا ولا رئيسنا كبرت شوية ولا نخمو لعضنا كيب اللي تنجم تربح لديو جران ناسيون عظمه دو فوتبول دوك شوف كل المدرب والمناعب اللي هو ما ناجم يتحسن كان في اللي شاك ما نجم من هذا الكل انت معا مواصلة نبي المعلوم خالي كفني كفني انت نظرتك كيفش نحكي على بروجي يكمل خطر سيكل متاع كيب ناسيونال لازم دبدا فيه كوب دومان وكوب دافريك وجنراتيون باية جنراتيون باية الشيك في كوب دومان صار كوب دافريك ونبراسيب بالمجموعة هادي كان خليو الناس تخدم خليو ناس كون نقفهم واضح شوف اليوم انتي ما تصور شنا المانيا باركزام اليوم نحيو جواكيم لا صعيبة ياسر دونك رغم الديسيبسيون كبيرا ديما يوقعت كما قلت للديسيزيون للناس اللي هما القراب حاجة مهم ياسر لديتايش صار لداخل ما نعرفوه فمن نحن رينا التيرانش فيه كورة ما كن نشبهين تعدين لكن فما دي تاي اللي هما مهمين ياسر باش تبناء عليهم ديسيزيون في وسط المجموعة شنو صار لمدة هذي الكل احنا ما نعرفوه هذو ما توقع هم تكون معلومات متصر خطر ديما تقولوا لي من داخل شفعم توقيت نيا فما لدي روح معروفة هي لدي معروفة فما حاجات ما نعرفوه شنو باكش فما ملعبية متقلقين فما عندي اكزامبل نحكي ما بين السطاف مبعفظ لديتالأكزامبل لدي اكزامبل لا سمح لي نحكي لك بارابور الاسپريانس متاعي وين فما رسمبل وين فما رسمبل ويبدأ دولانجوري روي يصيروا فيه مشاكل حبول تكره ما بين ملعبية ما بين سطاف ملعبية حتى هذي قناعتي فما ديتالأكزامبل ما نعرفوه الحقيقة ما نعرفوه فما مسؤولين معام سكية سور الداخل هما باش مبعدي قيموا العمل فنيا وتكتيكيا وبدانين وزاد بشي قوم اللي شنو وجوا فوس الگروب ويستخذ عليها يعني بعض ياخذوا الديسيزيان بضبط يوقع دهم شايف هذا الكل مقابلة غدوة ذات باناما كيف شايفت الصحافة تونسية حتى العالمية مقابلة غدوة بنتونس وباناما هذي نستنى فيكم بعد الفاصل ونعود للكي مونديال